نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في الدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان جلسات استماع علنية لعدد من ضحايا الانتهاكات في مديرية المخى والخوخة بمحافظة تعز والحديدة واستمعت اللجنة في جلساتها لعدد 29 ضحية من النساء والرجال والأطفال ضحايا انفجار الألغام واستهداف الأحياء السكنية والتهيير والاعتقال التعصف في منطقة الزهار بمديرية المخى ومناطق القطابة والسعيدة والمدينة بمديرية الخوخة وخلال جلستي الاستماع قدم الضحايا وأدويهم إفاداتهم بالانتهاكات التي طالتهم والآثار الجسدية والنفسية والمعلوية والاجتماعية والاغتصادية نتيجة تلك الانتهاكات التي حولت أجساد الأغلبية منهم إلى تشوهات أو إعاقات عجزتهم عن الحركة والعمل وعين أعضاء اللجنة الوطنية لانتهاكات المرتبطة بالتعليم وآثار التفجير الذي طال مدرسة الزهار في المخى وحرم أكثر من 490 طالب وطالبة من أبناء عزلة الزهار في المرحلة الأساسية من الحق في التعليم كما استمع الفريق لإفادات عدد من أولياء الأمور والمعلمين الموضحة لغياب الحماية على الحق في التعليم للأطفال والمكفولة في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية ترجمة نانسي قنقر